المستهلك يعني تهتم بكل ما يعني بي المستهلك وغيره نتحثوا على تعليمات مجانية الشواطئ يعني نستغل فرصة توجودك معنا هناك يعني تعليمة من وزارة الداخلية أنه الشواطئ مجانية ودخول حتى أنه المصطاف بإمكان يستخدام مستلزمات خاصة به لكن هناك ربما بعض الشواطئ يعني تضرب تعليمات وزارة الداخلية عرض الحائط وهناك شواطئ ربما ما تلتزمش وهناك يعني أشخاص انتهزيون يستغلوا المستهلك وربما يؤدي إلى تجاوزات مثل ما حدث بأحد شواطئ أوهران أيضا نعم صحيح يعني كل حل معناها التعليمات معالي وزارة الداخلية كانت صارمة بالنسبة للمجانية الشواطئ لكن في واقع الناس يعني شيء آخر صراحة يعني كما نقول وكان بعض الشواطئ اللي رأيها ملتازمة وكان يعني المجموعات المحلية رأي قايمة مع القوات الأمن ويعني المجتمع المدني وما يخلوش مثل هذه التجاوزات تحدث يعني في الشواطئ انتعنا احنا على كل حال نأسف إلى يعني الحوادث العنف اللفظي والجسدي اللي يعني راح ضحيتها مواطنين يعني في هذا الإطار ويعني نطالبهم السلطات العمومية انزل يعني أقصى العقوبات والعدالة أيضا تنزل أقصى العقوبات على مثل هؤلاء المغامرين وهذا المبتزين لحقوق المواطنين وكان أيضا بعض الشواطئ اللي رأيها يعني كما نقول وفيها هذه المظاهر للأسف الشديد وراه يمتعض منها المواطن والسائح وكذلك يعني بعض الحضائر انتعنا انتعا الشواطئ لوك السيارات أيضا السيارات وين راح تمارس يعني يعني أسعار خيالية في بعض الحياة يوصل السعر إلى 300 وحتى أو 400 دينار يعني سعر ركن السيارة طوال اليوم فهذه يعني تجاوزات كبيرة احنا يعني نناشد يعني المجموعات المحلية وعلى رأسهم السادة رؤساء البلديات باش يوقفوا هما شخصيا على هذه الشواطئ بالتعاون على كل حال مع قوة الأمن وكذلك المساعدة على المجتمع المدني وكذلك المواطن أيضا هو ثاني يساعد يعني ويبلغ على كل هذه التجاوزات حتى يعني هذا الظواهر هذه ما تكون شعدنا في الشواطئ انتعا إن شاء الله إن شاء الله يعني باختصار أيضا يعني نتحتوا بعد انقضاء شهر رمضان وبداية وسم استياف تقييمكم لأسعار الخضر والفواكه خلال هذه الفترة نعم على كل حال رحنا نشوف باللي أسعار الخضر والفواكه واللحم ما زال ما نزلتش يعني للمستوى للمطلوب مقارنة دايما بالسنة الماضية يعني أنا نشوف باللي الأسعار رهي تقريبا من 30-40 حتى 50 يعني في المياه زيادة بالنسبة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وهذا في الحقيقة نحن يعني محتارين محتارين لأنه رحنا نشوفه صحيح أنه ما كانش يعني وفرة كبيرة يعني ما كانش عرض زائد خطر العام اللي فات كان هناك يعني عرض كبير كثر من الطلب يعني فلذلك الأسعار نزلت العام هذا رحنا نشوفه باللي ما كانش عرض كبير كان نوع من التوازن بين العرض والطلب وكيكون نوع من التوازن واللي يكون خلل بين العرض والطلب دايما يكون هناك وسطاء والوسطاء هما اللي يزيدوا يرفعوا الأسعار نحن نتمنى أن الأيام هذه إن شاء الله الجاية يكون فيها عرض زائد رغم دخول الخضر والفواكه الموسومية إلى السوق ولكن بقادي من السعر مرتفع نتمنى أيضا من السلوطات العمومية على الأسهل وزارة الفلاحة أنها تنفذ التوصيات التي خرجت بها من الجلسة الوطنية فيما يخص دعم الإنتاج ودعم الفلاح ومساعدة الفلاحين على الحصول على المكننة اللازمة لأن الفلاح أيضا نرى يشتكي من اليد العاملة التي هي غالية وكذا فنتمنى أن هذه التوصيات على الجلسة الوطنية تدخل حيث التنفيذ ويكون فيها جانب إيجابي وتخفف من العبء انتع العائلة للحوائل الجزائرية دات الدخل المتوسط والضعيف وكذلك تحافظ على القدرة الشرائية المستهلك الجزائري شكرا لك سيد زكي حريز رئيسة الفيدرالية الجزائرية لحماية